ومتجدد من حديثها الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية وفي يوم عيد الاستقلال نستهل الجرائد بجريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ تحيا الجزائر ستينية بنفحات الاعتزاز والعرفان انتهى عهد الاتكالية والريع وعقلية البيلك ذكر الاستقلال محطة نستشعر فيها حجم ونبل الجهود المنتظرة من الجميع وجه رسالة إلى الجزائريين في عيد الاستقلال والشباب رئيس الجمهورية وجاء في تفاصيل هذا المقال وصف رئيس الجمهورية يقول السيد عبد المجيد تبون إحياء الذكرى الحدية والستين لعيد الاستقلال والشباب بالمحطة المتجددة لاستشعار حجم ونبل الجهود المنتظرة من الجميع وفي كل المواقع داعيا إلى العمل لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة في التفكير والتسييل للقضاء على مفاهيم الاتكالية والريع وعقلية البيلك المهدرة للثروات الوطنية ولفت السيد الرئيس إلى أن يرهسات العهد الجديد الذي اندمج شبابنا بوعي تام في غاياته أصبحت واضحة تترجمها حركية الاستثمار الوطني والأجنبي المتصاعدة ويضيف المقال حيى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني المرابط بعزة وشموخ على الثغور والجبهات دفاعا عن الوطن والأمة وترحم الرئيس تبون بخشوع وإجلال على أرواح الشهداء الأبرار الذين تصدوا بتضحياتهم الجسيمة للاستعمار البغيض إلى أن نرافعوا أو رفعوا راية الاستقلال والحرية إلى جريدة الخبر التي عنونت في صدر صفحتها 5 جوليا يوم انتزع الجزائريون النصر والحرية الرئيس تبون ذكر الاستقلال تستوجب القضاء على الاتكالية والريع وصالح جوجيل الجزائر الجديدة فيها نوفمبر كان وهو يعود وسيبقى وجاء في تفاصيل هذا المقال في هذا اليوم المجيد الموافق للخامس جوليا من كل سنة يعود نوفمبر الذي كان وسيبقى لتضيء شعلته الخالدة احتفالات الجزائر بعدي الاستقلال والشباب إحياء لذكرى وطنية غالية متأصلة في وجدان الشعب الجزائري وتربط بين الماضي والحاضر يقول المقال والمستقبل وتذكرنا بأهمية ومكانة الشباب كثروة عظيمة تسطر مصير الشعوب والأمم فطورة نوفمبر صنعها الشباب والاستقلال حفظه الشباب والجزائر ستظل ثابتة وشامخة بشبابها عبر الأجيال المتعاقبة وإن احتفالنا بمرور 61 عاما على استعادة السيادة الوطنية هو السانحة لاسترجاع أمجادنا الخالدة والترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين رفعوا عالم الجزائر عاليا وناهضوا مظالم الاستدمار بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة بداية من سنة 1830 إلى غاية جوليا 1962 إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا عن 8537 محبوسا حيث وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفوا بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الحادية والستين لعيدي الاستقلال والشباب حسب بيان لرئاستها الجمهورية يقول هذا المقال فإن المرسوم الأول يتعلق بإجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسا ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 145739 مستفيدا كما استفاد 282 محبوسا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم أما المرسوم الثاني يتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرافي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023 يضيف المصدر نفسه في عنوان آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال حيث بعث الرئيس الأمريكي أمس برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال وجاء في مضمون الرسالة نيابة عن الشعب الأمريكي تقدم بأطياب التمنيات إليك وإلى جميع الجزائريين بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر يقول الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبين ولشعوب العالم سويا نعمل على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب نحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية وبينما تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم إلى موقع سبق براس الذي عنونا تتشين ووضع حجر أساس لمرافق هامة في ذكرى الاستقلال وجاء في تفاصيل هذا المقال من المرتقب أن يتم اليوم تتشين ووضع حجر الأساس للعديد من المرافق الهامة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال والشباب وسيتم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مدينة إعلامية زاير ميديا سيتي الذي من شأنه أن يسمح بتوفير بيئة مهنية تستند إلى المقاييس والمعايير الدولية وتشجع ممارسة النشاط السمعي البصري من خلال نوعية أفضل لخدمات تلفزيونية وإذاعية كفيلة بالمساهمة في الترويج لصورة الجزائر يقول الكاتب كما سيتم تتشين ملعب تزيوزو الذي يحمل اسم المجاهد الراحل حسين أيتحمد بالإضافة إلى تسليم عشرات الألاف من السكنات في العديد من الولايات إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا ترقية خمسة ألاف أربعمائة واربعة وعشرين عون حماية مدنية من مختلف الرتب حيث أشرف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلان بوغلاف على حفل تقليد الرتب بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية واستفاد خمسة ألاف أربعمائة واربعة وعشرين عون أمس ثلاثاء من الترقية على أساس الاختيار بعنوان سنة الفين وثلاث وعشرين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمديرية العامة للحماية المدنية وفق البيان يقول هذا المقال إلى موقع الإذاعة الجزائرية الذي عنون حداوي للإذاعة الخامس جوليا أمانة في أعناق الشباب لمواصلة النضال ومسيرة البناء والتشييد حيث حثى مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب على مواصلة المسيرة التي بدأها جيلة ثورة تحريرية من خلال المحافظة على هذا الوطن الذي ضح من أجله الرجال بالنفس والنفيس لننعم اليوم بالحرية والاستقلال وذكر حداوي في حوار لمولتي ميديا الإذاعة الجزائرية أن رئيس الجمهورية الذي بادر باستحداث المجلس الأعلى للشباب حريص جدا على الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع التي جعلها تتبوأ المكان الحقيقي المستحق في المشهد السياسي والاجتماعي وعلى كافة الأسعدة إلى موقع الجزائر الآن وفي قطاعي التعليم العالي عنوانة هذا تاريخ تسجيلات الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2023 وحيث وقع أشيئة أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيضاري على المنشور الوزاري الخاص بتسجيلات الناجحين في امتحانات البكالوريا دورة جوان 2023 وحسب الرزنامة التي نشرها الوزير على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك فإن التسجيل الأولي لحاملها البكالوريا على منصة الرقمية سيكون بداية من 19 جوليا إلى غاية 22 من نفس الشهر فيما حددت فترة تأكيد التسجيلات الأولية بداية من 23 جوليا ولمدة 24 ساعة فقط إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع الميدين وفي الشأن الفلسطيني عنونا الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية في جينين فشن استراتيجيا وجاء في تفاصيل هذا المقال ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بشكل رسمي انتهاء العملية العسكرية في جينين وفق ما نقلت وكلة الصحفة الفرنسية وقبل ذلك شن الاحتلال فجر اليوم غارات جوية على أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق سواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة وأضاف أن الطيران طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف موقعا للمقاومة شمال القطاع ويأتي ذلك بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جينين الذي استمر قرابة اليومين مسفرا على 13 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحة كما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 120 فلسطينيا من جينين ومخيمها من جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن قتل مساء أمس ثلاثاء في معركة جينين فردا من قواته إلى موقع الجزيرة الذي عنونا احتجاجات فرنسا ماكرون يدعو لتوخي الحذر في اجتماع مع رؤساء البلديات المتضررة والداخلية تحذر من كراهية الأجانب حيث اجتمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس ثلاثاء كما جاء في تفاصيل هذا المقال في قصر الإليزي بباريس مع 241 من رؤساء البلديات المتضررة جراء أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا على خلفية مقتل الفتى النائل ذو الأصول الجزائرية على يد شرطي فرنسي خلال عملية تدقيق مروري وأبلغ ماكرون رؤساء البلديات أن ما وصفه بذروة العنف الحضري قد مرت بعد مضي سبع ليالي متتالية من أحداث العنف لكنه طالب بتوخي الحذر خلال الأسبوع المقبلة كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون أعلن في اجتماعه عن قانون طوارئ لتسريع إصلاح تدعيات الإضطرابات من ناحية أخرى يضيف هذا المقال حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرال ديرماني من وصم الأجانب في فرنسا وتوجيه خطاب الكراهية ضدهم يقول الكاتب إلى موقع سكاينيوز عربية وفي الشأن السوداني عنونا يوم دامي في السودان مقتلوا عشرون مدنيا بمعارك الخرطوم وأم ديرمان حيث لقي عشرون شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من مئة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم ديرمان خلال اشتباكات عنيفة جرت أمس ثلثة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتعرضت العديد من أحياء العاصمة السودانية لعمليات قصف أرضي وجوي عنيفة أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة مع تزايد عداد الجرحة والقتل المدنيين أرسل ناشطون نداءات استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي طالب فيها المواطنين بالتبرع بالدم والكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات التي تعاني من نقص كبير في الأدوية والمواد الطبية الأخرى وتعيش أوضاعا صعبة في ظل القصف المستمر والذي أدى إلى خروج أكثر من 60% منها عن الخدمة خلال الأسابيع الأخيرة إلى موقع الاندفندنت عربية عنوان بايدن يندد بموجة عملية إطلاق نار في خطاب بمناسبة العيد الوطني حيث دعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس ثلاثاء مجددا إلى ضوابط أكثر تشددا على صعيد الأسلحة منددا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بموجة عملية إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة عشية العيد وقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في فيلادلفيا مساء الاثنين وأصيب أربعة بجروح بحسب الشرطة وأدى إطلاق نار آخر ليلا في فورت وورث بولاية تكساس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية وفق شبكة السيانان وحتى بعد ظهر الثلاثاء كانت الولايات المتحدة قد شهدت عددا من حوادث إطلاق النار في العيد الوطني وقال بايدن بينما تحتفل أمتنا بعيد الاستقلال نصلي من أجل اليوم الذي تصبح فيه مجتمعاتنا خالية من أعمال العنف المرتبطة بالسلاح ختاما من موقع روسيا اليوم وفي ملف صفقة الحبوب عنوانات الخارجية الروسية لا أساس لتمديد صفقة الحبوب حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا توجد هناك أسس لتمديد صفقة الحبوب التي ينتهي سريان مفعولها في السابع عشر من جوليو الجاري وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في موقعها الرسمي أمس ثلاثاء من الواضح في مثل هذه الظروف أنه لا توجد هناك أسس لتمديد جديد لمبادرة البحر الأسود التي ينتهي سريان مفعولها في السابع عشر من يوليو الجاري ومع ذلك يواصل الجانب الروسي التعامل بضمير ومسؤولية مع التزاماته كطرف في الاتفاقية ويبدل الجهود اللازمة وفقا للنظام الداخلي لكي يكون بإمكان جميع السفن المشاركة فيها إكمال مهمتها بنجاح والخروج من البحر الأسود قبل انتهاء سريان مفعولها وأضافت الوزارة أن مذكرة روسيا للأمم المتحدة تم التوقيع عليها لمدة ثلاث سنوات وهي لا تتطلب قرارات خاصة بشأن تمديدها بهذا الخبر مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار السلام عليكم